طبعاً اليمين دول أغلب الناس بتسافر مصايف عشان تغير جو وتهرب من الحر وتحاول إنها تستمتع بأجازة آخر السنة المشكلة إن إحنا لقينا إن الناس كتير جداً على السوشيال ميديا بيشتكوا من موضوع مهم جداً بالنسبة لطبعاً أمهات كتير الموضوع ده هو شنطة الصفر أو ناخد إيه معانا وإحنا مسافرين سواء نينا أو لولادنا على اختلاف طبعاً أعمارهم وخصوصاً إن فيه أمهات كتير بتغلط غلطة كبيرة جداً وهي إنها بتاخد حاجات كتيرة جداً معها ملهاش أي لازمة وطبعاً الحاجات دي بتعمل زحمة ولخمة على الفاظي وخصوصاً أغلب سافريات المصايف بتكون من أربع أيام فأغلب الناس يعني بيحسوا إن الموضوع أيام قليلة جداً وحاجات كتيرة جداً وفي نفس الوقت بننسى إن فيه حاجات الأم ممكن تكون مهتمة بيها ومحتاجاها وبتنسى إن هي تاخدها عشان كده هيكون معنا دلوقتي على تزوم نوها لويس متخصصة في محتوى الأمهات على السوشيال ميديا عشان تكلمنا عن الأخطاء اللي بنقع فيها وإحنا مسافرين وعن الحاجات المهمة اللي لازم تكون معنا في شطل صفرنا إزايك يا نوها؟ خيرين إزاي كاملة إيه؟ الحمد لله كل كويس إزاي نتخلص من العادة بتاعتنا تقريباً كلنا إن إحنا بنملة الشنط وإحنا رايحين نصيف بحاجات كتيرة ممكن يكون ملاش يعني أي نوع من أي لازمة بس هو الموضوع فعلاً بالأطفال بيبقى صعب شوية خصوصاً هم على طول بيوسخوا لبسهم وبيبعدلوا الدنيا وكده بس يعني الموضوع محتاج شوية حزبة بسيطة مش هينفع نلم كل حاجة في البيت وخلاص احتياطي لو إحنا مثلاً مسافرين خمس أيام والطفل بيلبس لبس الصبح ولبس بالليل خلاص هندرب الخمسة في اثنين وناخد مثلاً ثلاث أربعة قطع احتياطي في الموضوع محتاج شوية حزبة مش يبقى سبهلالة كده نلم كراكيب كتير في الشنطة وخلاص طبعاً على حسب سن البيبي على حسب بيوسخ كدومه قدقيه بيستهلك كدوم قدقيه لو ميوه مش لازم مثلاً لو إحنا نسافين خمس أيام ناخد خمس ميوهات ممكن ناخد اثنين تلاتة وده هينشف بكرة هنلبسه كده مفهوم فإحنا عمتاً في مصر مش عملين قوي فإن إحنا بنحتاج ناخد حاجات تكوفر الأيام كلها وإحنا ممكن نفس الشيء نستعمله ونلبسه كده مرة حتى بستايلينج مختلف هيبقى شكل كله وقتلنا ما لبسههم شكل كله طب إحنا منشوف تاس بتاخد معها أدوية احتياطي وسعاد كمان أكل مجمد هل ده صح ولا غلط بس على حسبينك تاخد أكل مجمد لو أنت رايحة شليئة أو مكان في تلاجة بس طبعاً لو رايحة قتل يعني مفيش مشكلة خالص خالص حتى القتلات ما عندهمش مشكلة إن لو في الفطار أنت تاخد شوية حاجات للأطفال يعني ما فيش أي حجرس لو رايحة بيتك قدي أكل مجمد مش مشكلة الفكرة إن على البحر مش لازم نأكل بقى رزة ومولوخية وأكل مجمد إحنا على البحر ممكن نأكل سانديشات ممكن نأكل سناكس جذر وخيار ممكن نأكل بسكوت صحي ولازم نأخد مية أساسي أحلى حاجة يا نوع المولوخية والرزة على البحر حرام عليك يعني بهدلة شوية تبقى رأسات لإن إحنا نشيلها وزرواتها ممكن نفعها لما نروح من البحر في البيت اللي إحنا عادين في بس بنحاول ما يبقى عملين على البحر على قد ما نقدر بحيث إن إحنا ونبقاش محتاجين ناخد معالة ومش عارفة إيه يعني هو مثلا صانديشات حاجات خفيفة وسريعة طيب بالنسبة للأدوية الناس اللي بتاخد معها أدوية كتير وهي مسافرة احتياطي مش إن حد تعبان وهو واخد الأدوية بتاعته على أدوية بصي فيه زي شنطة أدوية أولية ممكن ناخد منها مثلا ناخد كلاستر لياخد لو البيدي مثلا عنده حاجة مشكلة معينة عادية مثلا بيقح عنده إمساج في أدوية كده ممكن ناخدها كده احتياط بس في أي مكان في الدنيا فيه صدليات ما قصد ما فيش حتة ممكن نسافرها ما تفوش سوالية فبعد الشر لو فصل حاجة محتاجين لها دواء ما كناش عمليل حسابه وممكن نجيبني السوالية مش لازم نسافر بشنطة أدوية قد كده تلخنة دواء دي أنا على فكرة بس عش تبيعارفة يعني طيب إيه أكثر حاجة مهمة وأساسية لازم أخدها معي في شنطة سفري لو أنا عندي أطفال بس أهم حاجة ساملوك وبورنيتا ساملوك بجد مهم جدا ساملوك وبورنيتا ولعب بحر في حاجات كمان في شنطة عملية جدا يعني كركيب البحر واللعب كتير جدا بسي شنطة زي ذي شنطة بجد بلينة فيها كل حاجة هي مخرامة فحتى وانا ماشي بتمزل أي راملة لهم اللعب اللي فيها حتى العوامة بأخذها تنظير زيتي تنظير زيتي دي أنا نعم تنظيف زيتي للشنطة الشنطة بتنظف نفسها بالضبط فأنا برمي فيها اللعب كلها وبأخذها زي ما هي كل يوم مش بعض بأشوف أنا أنا ناسية إيه أنا لازم أخذ إيه النهاردة أنا ماخدتش إمبراحية نفس الشنطة كل يوم فبرضو دي بتسهل علينا كتير إن إحنا ما نعطش نفكر واللم هو بترمي فيها كل حاجة بيها علاقة بالبحر بشكورة جدا يا نوع على نصائحك آآ لينا وأكيد كلنا هنعمل بيها ويعني هنستمتع أكتر بسي في الطريقة دي مرسير يا مائزة أقول لك بس المسيحة أخيرة برضو بتفرق قوي لو نقدر نحمي العيال في نفس الدوش بتاع البحر أو الكول اللي إحنا فيه بحيث إن إحنا بنشتفهم من مية البحر وفي ناصل وقت بشامبون ونرجع بيهم مستحميين ده برضو هيوفر يعني هيبقى إنباس فزيرة إن إحنا هنوفر تعبق قوي لما نروح البيت هنحميهم كلهم الزيت بشكورة جدا ينهى على وجودك معينا النهاردة وبكذا كون خلصت فاكرت سكوب